نروح لسامسون بقى سامسون طلع الزميل هاني هتحوت وقال لك اللعب ده مش هيقيد في الناشئين وهيقيد في الفريق الاول لانه موليد الفين ولازم اللي يقيد في موليد الفين وواحد لازم يكون الفين وواحد وابتدى وبعد كده اترد لأ الكلام ده مش حقيقي وطلع هاني هتحوت اعتذر وقال لك لأ انا المعلومة في امتاها غلط وطلع تاني ان الناس بتفتي جوه الاتحاد تقول لأ ده هيتأيد في الفريق الاول فهنا السؤال يا جماعة عشان بس نفهم يعني ايه قانون ويعني ايه لوايح في كرة القدم الاتحاد المصري قرر انه اللاعبين موليد الفين او تسعة وتسعين خمسة منهم خمسة منهم حيقيدوا مع فريق الفين وواحد سنة واحدة فقط تاني يبقى موليد الفين وتسعة وتسعين هيتم نقضهم في موليد الفين وواحد لمدة سنة واحدة فقط والسنة اللي جاية يتأيدوا فريق اول خلاص قال كده هي دي اللايحة وبناء عليه قرر النادي الاهلي انه يقيد مثلا محمد فخري وزياد طارق موليد تسعة وتسعين والفين يتم قدهم تحت ايه تحت السن تمام مفيش مشكلة ونادي زمالك راح جاب لعب موليد الفين وخلى مكان فاضي لي فالزمالك هيقيد مين الزمالك هيقيد نمار هيقيد سيف فاروق جعفر هيقيد محمد صبحي اللي هو موليد تسعة وتسعين حرس المرمى ادي كده تلاتة وهيقيد سامسون اللي هو موليد الفين واعتقد كان هيقيد حمدي علاء قبل ما يطلعوا اعارة خلاص فانت يا اتحاد القرى يا مصري يا ربطة الاندية طلعتوا قرار ان اللاعب موليد الفين ما قلتوش بقى مصري اجنبي ملكوش علاقة انتو سمحتوا بوجود لعب اجنبي في كل سن الفين واحد الفين وتلاتة وطفر يتم قيد لعب تحت السن وبالتالي طالما موليد الفين وانت سامح للعيبة موليد الفين وتسعة وتسعين ان يتم قيدهم في موليد الفين واحد فليه ما تسمحش للاجنبي وتسمح للمصري هو فيه تفرقة عنصرية مثلا هل انت في اللايحة ما بعدت هالي قلتلي اللاعب موليد الفين يقيد تحت السن بس لازم يكون مصري كتبت كده ما كتبتش كده ما قلتش كده فهل انت عايز تعمل مشكلة من لا مشكلة يعني انت بتعمل بناء على قرارات واللوايح بيتم تحرك نادي الزمالك فما الزمالك تحرك للصفقة دي هو كان يعتبره لعب تحت السن والزمالك ما عندهش مشكلة كمان يا جماعة لان الزمالك كده كده لو تم قيده فوق السن كده كده زمالك عنده لعب عنده لعب لسه لم يتم يعني تعاقد مع لعب اجنبي خامس في الفريق الاول وبالتالي لا دي بقى هتعتبر كأنها يعني ايه مطب وعرقيل بتوضع لنادي الزمالك فقط ليه يعني طبويز اي حاجة خلاص يعني ايه انا عندي لعب اسمه سيد نمار عندي لعب اسمه سيف فاروق جعفر عندي لعب بلعف منتخب مصر اسمه محمد صبحي كل دول هيتأيده مع فريق 2001 وعنده اللعيب من بنين مواليد 2000 يعني اصغر من محمد صبحي واصغر من سيف فاروق جعفر فهأيده في 2001 والسنة الجاية هو رائع وجميل لإلا هسوقه لإلا هأيده في الفريق الاول السنة الجاية لان انت السنة الجاية مش هتسمح لي ان انا أيد اللعيبة في مواليد 2001 فده المنطق والعقل والقانون واللوايح وكل حاجة في الدنيا فأتمنى ان يا جماعة ما نعودش نفتي ونعود نقول كلام ونعود نفسر لوائح على حسب المزاج وعلى حسب دماغ اللي بيفسرها لكن انت لم تعطيني لايحة بتقول بفرق الاجنابي عن المصري في المواليد طالما اعطتلي المساحة ان انا اقيد لاعب طب انا لو جبت لاعب مواليد 2001 هتقيده لي طب واما 2099 بيتأيده مع 2001 برضو اتمنى بس ان يكون الرسالة وصلت ترجمة نانسي قنقر